من جهته أعلن جيش الاحتلال مقتلى ضابط في وحدة اليمام التي شاركت في مجزرة مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة وفي بيان صادر أشار جيش الاحتلال إلى أن هذا الضابط من القوات الخاصة قتل خلال عملية إطلاق الأسرى المحتجزين في غزة بعد وقت من إعلان إصابته بجروح خطرة أثناء العملية